ولنقاش هذا الملف ودلالات دعوة رئيس الحكومة الحالي مصطفى القاظمي لعقد مؤتمر دولي ودعوته لعودة المهاجرين والمهجرين ومدى مصداقيتها وواقعيتها ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي الأستاذ مكين نزال أهلا بكم سيدي أهلا وسأهلا بكم حياكم الله إلى أي مدى تندرج دعوة القاظمي للمهاجرين العراقيين بالعودة ضمن دعاية الانتخابية هي حقا دعاية الانتخابية والمؤسف فيها أن دولا عديدة تساعد في هذا الوضع وتزوق صورة هؤلاء يعني يخشى أن تكون كمؤتمر القمة العربية أيضا إنها اعتقل آلاف الشباب بحجة المؤتمر القضية أوسع وأكبر من مؤتمر مجرد مؤتمر يعقد ويفتقل طبعا إلى الجدية أكيد لأنه وضع سيء للغاية في العراق ويتم تزويقه كما قلنا نعم وما يمكن تباره وتصنيفه غير أنه دعاية انتخابية لرجل فقد مصدع قيادة بالتزامن مع هذه الدعوة هناك هجرة عكسية من المناطق بسبب السلاح المنفلت واستمرار الاغتيالات أيضا ما مدى إمكانية عودة المسيحيين وواقعية مثل هذا الطرح في ذل سيطرة الميليشيات على ممتلكات المواطنين يعني عودة المسيحيين تقترن كما تفضلتم بالأمن بالخدمات وأهم شيء هو الأمن الأمن مفقود والخدمات مفقودة من شاء يعيد المسيحيين يعرف ماذا يفعل ليعد الخدمات وليعد الأمن وبذلك يعود المسيحيين عدى ذلك هو في شبك إذا كان الكاظمي وحكومته غير قادرين على إرجاع المهاجرين في جرف الصخر وغيرها كيف يمكنهم توفير بيئة آمنة للمهاجرين من خارج العراق سواء المسيحيين أو غيرهم ما مذكرنا ذلك في بيان اللجنة العليا من نفاق العمل الوطني العراقي قلنا هل يستطيعون دخول جرف الصخر وبالتالي هل يستطيعون إدخال المواطنين إعادتهم إلى جرف الصخر وهناك مواطنون تعتبر ما لا تقوم شبه آمنة ولكن هو المواطن ليس آمنة لأنه مثلا تشرين هل يستطيعون أن يحموا هناك كثير من المسيحيين وغيرهم من ثوار تشرين هل يستطيعون أن يوفروا لهم حماية لا يستطيعون طبعا في هذا السياق وإذا كانت الظروف مهيئة فعلا لعودة الشباب والنزحين كيف يفسر استمرار هجرة العراقيين الذين يموتون في رحلات التهريب والعراقيون الذين يموتون في رحلات التهريب مثال أيضا على ذلك هؤلاء هربوا من هذا الواقع الذي يتم تزويقه ولا يستطيعون طبعا العودة إلى العراق ويضطرون إلى ركوب زوارق يعني الحالكة والمتحالكة وبذلك أيضا سوف لا يخدم هذا الوضع العراقيين عموما هنا كل هذه الظروف والحوامل تؤيد أن المؤتمر مؤتمر فاشل ولا يمكن التعويل عليه أمدا شكرا جزيلا لكم معضو لجنة العليا لمثاق الوطنية العراق الأستاذ مكين نزال حدثتنا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان ترجمة نانسي قنقر